شهدت مدينة مارب عرصا جماعيا بهيجا احتفاء بزفاف 280 عريسا وعروس من ابناء محافظة ذمار نظمه المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة ذمار وخلال فعاليات العرص أكد رئيسية الأركان العام الفريق روكن دكتور صغير بن عزيز انتمام الدولة بكافة مؤسساتها بشريحة الشباب باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وثورة الوعي لرفض مشروعها الكهنوتي وعليهم يعول الوطن لنجاح المعركة الوطنية وزوال هذه الميليشيات بعظيمة الشباب وقوتهم ويرادتهم